موسيقى قبل أن نبدأ لا بد أن نتذكر أن الفعل المضارع يدل على حدث يجري في الحاضر أو في المستقبل ويمكننا معرفة الفعل المضارع وتمييزه بإضافة س أو سوف قبله كما أن الفعل المضارع يبدأ دائما بأحد حروف المضارعة التي نجمعها في كلمة نأتي مثال رفع الفعل المضارعي الأصل في الفعل المضارعي أن يكون مرفوعاً ما لم تسبقه أداة نصب أو أداة جزم نأخل المثال نصوم طاعة لله ألعب الكرة يسعى للخير الأفعال نصوم وألعب ويسعى هي أفعال مضارعة فنعرب نصوم وألعب ويسعى فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في نصوم وألعب والمقدرة في يسعى الحالة الثانية التي يكون فيها الفعل المضارع منصوباً إذا سبقته أداة نصب كأن ولن وإذا وكي وحتى ولا متألل نأخذ المثال أريد أن أخرج ألن تنام تعبنا إذن نجلس وكذلك نم كي تستريح نم حتى تستريح ونم لتستريح نلاحظ هنا أن الأفعال المضارعة سبقتها أدوات نصب فلذلك نعربها فعل مضارع منصوب بالفتحة جزم الفعل المضارع ونقصد بالجزم السكن يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أدوة الجزم لم ولا الناهية ولام الأمر فمثلاً نقول لم أكذب يوماً لا تؤجل عمل اليوم الغادي لنسافر هذه العطلة فأكذب وتؤجل ونسافر أفعال مضارعة مجزومة بالسكن لأنها مسبوقة بأدوات الجزم لم ولا ولام الأمر بقي أمر مهم وهو أن نميز بين لام التعليل ولام الأمر لأن الأمر سيفيدنا أثناء الشكل أو لتحديد إعراب الفعل المضارع بعدها إذا أخذنا المثال انتبه لتفهمها اللام هنا يمكننا أن نعوضها بكي لأنها تفيد السبب والعلى سبب الانتباهي بينما لام الأمر إذا أخذنا مثال آخر لنستعين بالله فاللام هنا تفيد الطلب ولا تفيد السبب يطلبون مننا أن نستعين بالله وهكذا نستطيع التمييز بين اللامين فاللام التعليل ناصبا ولام الأمر جازما كذلك يجب أن نميز بين لن نافية ولا الناهية في المثال لا ألعب في الشارع تنفي اللعب وتنفي وقوع الحدث ونلاحظ أن الفعل بعدها يبقى مرفوعا فهي لا عمل لها بينما لن ناهية لا تلعب في الشارع فهي تطلب مننا عدم اللعب أو تنهان عن اللعب وهي تجزم الفعل المضارع بعدها بينما لن ناهية تحمل معنى النهي والطلب تطلب مننا القيام بشيء أو تنهان عن القيام بشيء سوف نتمرن لا تخف غير الله لهنا تحمل معنى النهي فتطلب مننا عدم الخوف من غير الله سبحانه وتعالى هذه الناهية والفعل بعدها تخف فعل مضارع مجزوم بالسكون اجتهد لتنجح اللام هنا لتنجح هل هي لام أمرين أم لام تعليل؟ لماذا سنجتهده؟ كي ننجح فهذه اللام هي لام التعليلي فالفعل بعدها فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره أنا مباكرا هنا نلاحظ أن الفعل غير مسبوق لا بأدوة النصب ولا بأدوة الجزم فهو فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لتجلس في هدوء اللام هنا لام الأمر لأنها تطلب مننا الجلوسة فنعرب اللام لام الأمر وتجلس في المضارع مجزوم بالسكون والفاعل دائما المستهد تقدره أنت في هدوء جار ومجرور أتمنى أن يكون الشرح وافيا وانتظرونا في الفيديو المقبل سوف نخصصه لإعراب الأفعال الخمسة دمتم طيبين